يقول السائل ما هو الضابط الشرعي في عدم القدرة على الصيام كقصة هذا الرجل الذي في الحديث الضابط أن الرجل لا يستطيع الصيام لأنه لا يصبر عن زوجته لأنه قال لما قلت صوم شهرين قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام إذا كان لا يستطاع يصبر في رمضان أنه لا يصبر في غيره ما نعم أو يكون عدم الاستطاعة لضعفه مرضه انشغاله بطلب المعيشة والصيام يؤثر على اكتسابه للمعيشة له ولأولاده هذا غير مستقيم إما لأنه مريض أو لأنه مشهول لطلب الرزق له ولأولاده هذا ينتقل إلى الإطعة